أسد الله وقاتكم بجمال الحياة ولذة الحياة وأرزاق الله تعالى لا تعد ولا تحصى هذه دراسة حديثة طمس دارها من مؤسسة أبحاث اللقاحات بعنوان أثار صحية ضارة للقاح الحمض النووي الريبي المرسال أماريني الدراسة تم نشرها في موقع مؤسسة أبحاث السلامات اللقاحات وهذا هو عنوان الموقع بتاريخ تلقينا هذا الرسالة عبر البريد الالكتروني من المؤسسة التي مشتركين بها بتاريخ 23 أبريل عام 2022 يعني قبل خمسة يام والدراسة برئاسة العالمة الأمريكية دكتور ستيفاني سينف تقول دكتور ستيفاني سينف في كل مرة تحصل على هذا اللقاح تنخفض قدرتك على محاربة أي عدوى وأيضا السرطان والعياذ بالله دراسة أجرها مجموعة من الباحثين برئاسة دكتور ستيفاني سينف علمت في أبحاث عاملة مع أبحاث بارزة في مختبر علوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي في محد مساشوسيتس لتكنولوجيا نشرت الدراسة في مجلة سينف دايركت بتاريخ 9 أبريل عام 2022 وهي إحدى مجلات رائدة في العالم في مجلات العلوم والتكنولوجيا والطب وجدت الدراسة أثاراً صحية ضارة للقاح الحمض النووي الربي المرسال وهذه مقتطفات سريعة للدراسة تماماً دراسة طويلة بس أخذنا مقتطفات سريعة من الدراسة تشير أطلعتنا الدكتورة ستيفاني سينف على أحدث ورقة بحثية تمت مراجعتها من قبل الأقران من دكتور بيتر ماك كولونغ حول مخاطر لقاح الحمض النووي الربي على صحتنا بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بسلطان العيض بالله كانت هناك رسالة ثابتة حول سلامة وفعالية لقاحات الحمض النووي الربي المرسال مرنة ضد فيروز كورونا 19 من جهاز الصحة العامة في الولايات المتحدة وحول العالم أصبحت الفعالية موضع الشك بشكل متزايد كما هو موضح في رسالة تحديثة إلى لانسيت الأقليمية للصحة من قبل جونتور كامفا قدم كامفا بيانات تظهر أن الملحقين هم الآن على الأرجح مثل غير الملحصنين لنشر المرض واختتم قائلا يبدو أنه من الإهمال الشديد تجاهل السكان الملحقين كمصدر محتمل مناسب لانتقال العدوى عند اتخاذ قرار بشأن تدابير الرخابة على صحة العمل الأول لذلك قد يكون عدم كفاية تجارب المرحلة الأولى والثانية والثالثة لتقييم الأثار الجانبية المتوسطة وطويلة الأمد من اللقاحات الجينية للقاحات الحمض النووي الريبي المرسال أماريني مضللا بشأن تأثيرها القمعية على مناعة الفطرية للقاحات سيكون هذا القمع مجموعة واسعة من النتائج ليس أقلها إعادة تنشخيط العدوى الفيروزية الكامنة وتقليل القدرة على مكافحة العدوى في المستقبل بشكل فعال ثانياً خلل التنظيم في نظام لمنع واكتشاف التحول الخبيث الذي يحركه جيني داخل الخلايا وما يترتب على ذلك من إمكانية التحصين لتعزيز تلك التحولات ثانياً يحتمل أن يؤدي التطعيم باللقاح المحصن الحمض النووي الربيع المرسال الأماريني إلى تعطيل الاتصالات الداخل الخلايا هذه النقطة مهمة جداً التي تتقوم بها اكس اكس زو سومز طبعاً اكسو سومز بمنفهم آخر هي حويسلات بحجم النانو حجم صغير جداً تفرز من أنواع خلايا مختلفة تحتوي لأي من الجزئات الحيوية المختلفة مثل البروتينات أو الأحماض النووية ويحث الخلايا التي تتناول بروتيين سكري مرتفع للحمض النووي الريبي المرسال الأماريني لإنتاج مستويات عالية من هذه الحويسلات الحاملة لبروتين السكرية مع واقبة التهابية خطيرة محتملة في حالة التحقيق أي من هذه المكانات بالكامل يمكن أن يكون التأثير على مليارات الأشخاص التأثير على مليارات الأشخاص حول العالم يعني سكان العالم كلهم 7.8 مليار نصمة يعني ما يقرب 8 حول العالم هائلاً هي الأثار السلبية ويمكن أن يساهم في عبء الأمراض على المدى القصير والطويل الذي يواجهه نظام الرعاية الصحية الحالية في نهاية من المحتمل أن تكون حياة المليارات في خطر نظر العدد الكبير من الأفراد الذين تمت حقنهم بلقاحات الحمض النووي الريبي المرسال الأماريني ضد كوفيد 19 أي سارسكوف 2 والمجموعة واسعة من النتائج السلبية التي وصفناها ندعو المؤسسات الصحية العامة إلى إثبات بالآدلة سبب عدم ارتباط القضايا التي نوشأت في هذه الورقة بصحة الأمة أو الاعتراف بأنها كذلك والتصرف وفقا لذلك على وعلى ذلك نشجع جميع الأفراد على اتخاذ قرارات الرعاية الصحية الخاصة بهم باستخدام هذه المعلومات كعامل مساهم في تلك القرارات الدكتورة طبعاً هنا نعطي مقتطفة سريعة عن مشاركين في هذا البحث بتحت رئاسة الدكتورة ستيفاني سينيف الدكتورة ستيفاني سينيف هي باحثة أول في مختبر محدة مستشوتسيلي تكنولوجيا لعلوم الكمبيوتر والذكاء الصناعي في السنوات الأخيرة ركزت الدكتورة ستنف اهتماماتها البحثية على علم تركز بشكل رئيسي على العلاقة بين التغذية والصحة منذ عام 2011 نشرت أكثر من ثلاثين بحثاً جنباً إلى جنب مع زملائها في العديد من المجلات الطبية والصحية التي راجعها النظر باستخدام تقنيات البرمجة اللغوية العصبية وتأثير نقص التغذية والسموم البيئية على صحة الإنسان من المشاركين في البحث برنامج الطب الطبيعي ولدي أيضاً ماجستير في العلوم في شرق في شرق برامج الطب أيضاً من مشاركين في هذا البحث الدكتور أنتوني كيريا كو بوليس متخصص في الأحياء الدقيقة الطبية والجزائية في الأمراض المعادية والبحث والتطوير مختبر ناسكو إي دي للتقنية الحيوية قسم البحث والتطوير باليونان الدكتور بيتر أندرو ماكولون طبيب قلب أمريكي كان نائب رئيس قسم الطب الباطني في المركز الطبي بجامعة بايلور وأستاذ الجامعي بجامعة تكساس A and M بالولاة المتحدة الأمريكية هو أيضاً طبيب قلب مشهور وعالم في الطب عالم طبي ذا نشرات عالية بيواجه سياساتنا الحكومة بشأن كوفيد 19 وأيضاً من المشاركين في هذا البحث الدكتور بيتر أندرو ماكولون وهو طبيب قلب أمريكي كان نائب رئيس قسم الطب الباطني في المركز الطبي بجامعة بايلور وأستاذاً جامعياً جامعة تكساس A and M بالولاة المتحدة الأمريكية طبيب قلب مشهور وعالم طب ذا نشرات عالية يواجه سياسات الحكومة بشأن كوفيد 19 وهذه فقط مختلفات سريعة التي شاركنا في وسائل الإعلام من بينيها مثال إنستغرام ومواقع اجتماعية أخرى وقدمنا بعض مختلفة سريعة أرائنا وبدأنا بأرائنا ما تعلق بكيف التعامل مع هذا الوباء هذه الجائحة كما ترون أمامكم على الشاشة هنا تعليق الذي قدمنا ذكرنا الآتي تجنب الكبرياء لأنه كانت تأثيرات نفسية وتجعلنا أحيانا نقدم بعض تعبيرات كلمات تعبيرية يعني بالتأثير جانبية جرع هذا الجانب بتعامل مع هذا الوباء فذكرنا هنا تجنب الكبرياء والحكم على الكتاب من عنوانه يا وزارة الصحة الإنسان مخلوق فلا يؤقى المعاملة بالمصنوع فلقاحات ولا قغير طبية من المصنوعات البشرية وليست من المخلوقات الإنسان مخلوق وجزده يمثل نظام ومصدر خلقه من خلال مغاضيات طبيعية تمثل الوقود الطبيعية لتغذية جسم الإنسان وتشغيل وتفعيل نظام والطب الحاقبثي هو الحل الاستثنائي ولا توجد وسيلة أخرى ما عدا الإنسان الكامل لقونين الكونية منذومة الشاملة للطبيعة وإلا فإن البشرية تستمر معاناة والحروب البشرية ضد الأمراض والأوبئات تتواصل فلا داعي من المزيد من التجاهل هذا فقط أراء الشخصية وأيضا في النشر آخر نشرت نيوز عمان أيضا في إنستغرام وأبدأنا تعليق بسيط قلنا إن استمرت هذه إجراءات المشددة ستؤدي إلى المزيد من التدهور خصوصا الاقتصادية وقد يؤدي حدوث ثورة شعبية لم يصفق من قبل هذا فقط رأينا كباحث علمي في مجال صناعة العاد فيها وليس سياسيا مهما زادت تشديدات فلن تؤدي نتائج المرجوة إلا رجوع التام كيف خلق الإنسان واكتمل خلقه هل من خلال المصنوع أما المخلوق وهنا تعليق آخر من نيوز عمان فذكرنا الآتي استيقظوا أيها عالم الرواء لا مجال من المزيد من العناد تذكر الإنسان مخلوق وليس مصنوع فكيف يعقل معاملة المخلوق بالمصنوع الحاكوباثي مرارا ومرارا ماذا تريدون بالضبط متى سيتقبل الإنسان بأنه مخلوق وليس مصنوع كيف يعقل معاملة المخلوق بالمصنوع حل خلقه واكتمل خلق المخلوق بالمصنوع استيقظوا أيها عالم الرواء للعيمة توجهنا الولايات المتحدة الأمريكية وفتحنا مقرنا في فيجينيا تك لبحاث المؤسسات يستهدف تحقيق لأهداف المرجوة تخص هذا الشأن وشأن الحياة الصحية الأكثر فعالية وانسجاما مع مصدر خلق وتكوين كل إنسان ونأذن ذكرنا قلنا وما زال الإنسان عنيدا لماذا لماذا كل هذه المعاناة البشرية التي يواجهه الإنسان طالما الإنسان مخلوق واكتمل خلقه وتكوينه بوقوعه بوجود وقود طبيعية فلماذا لا يعيد تغذية نفسه وجسدي بتلك الوقود الطبيعية نحو الوقاية الذاتية والصيانة الذاتية والشفاء الذاتية وفق كل من مبادئ الطب الأستيوباثي المعترفة هنا في الولايات المتحدة الأمريكية ومبادئ الطب الحاكوباثي الذي أسسناه والذي تم اكتشافه عام 2007 في السلطانة عمان وتم تأسيسه في عام 2016 في الولايات المتحدة الأمريكية تجنب الاعتماد على مصنعها الإنسان بحجة الوقاية والشفاء وأنت لست مصنوعا بل مخلوقا ولا تعامل جسدك بالمصنوع وأن لا تستمر المعاناة البشرية المشكلة ليست من جائحة كورونا بل كما وضحنا سلفا القرار بين يديك أيها عالم الرواقع وهنا تعليق آخر أيضا في مقالة أخرى تم نشرها من قبل نيوز عمان في إنستغرام أن استمرت هذه الجراءات المشددة ستؤدي لمزيد من التدهور خصوصا الاقتصادية وقد تؤدي حدوث ثورة شعبية وانذكرنا هذا من قبل وهنا في أحدى النشرات من تلذيون سلطان طعمان ذكرنا نتمنى ونناشد العالم لا يتجاهل للطب الحاكوباثي الذي جاء لانقاذ العالم وانقاذ البشرية من معاناة من الأدوية من الأوبئة والأمراض حان الآن وقت الاستماع وعدم تكرار أخطاء التاريخ هنا كان أبرز الشخصيات البعض تجاهل والأخرى تعاقب تجاهل والأخرى تعاقب كل شيء يبدو على شكل الدورة الحياتية ولكن فقط تتغير الأحداث وتاريخ التعامل معها فلا تكون ممن يكرر أخطاء التاريخ أخطاء الماضي بل ممن يساهمون في حضارات الإنسانية التي تتحقق وبشكل أفضل بكثير عن الماضي مكتشف ومؤسس طب الحاكوباثي مواطن من سلطنة أمان توجه الأولادة المتحدة الأمريكية منذ عام 2015 للتحقيق أهدف إنقاذ البشرية من هذه الأوبئة والأمراض العالم يتغير إلى الأفضل والأحسن وينعم كل من ينادي بركوب هذه السفينة النجاة الحاكوباثي العملاقة تقدرك بها على مدن الدرجة الأولى والقرار يؤد لكل شخص أو مؤسسة أو وتعليق آخر أن الإنسان مخلوق وليس مصنوع كفاية صرف النظر عن الحاكوباثي حان الآن قبل فوات الأوان نشر الحاكوباثي لإنقاذ البشرية من مزيد من الدمار وهنا أيضا تعليق آخر الإنسان مخلوق وليس مصنوع فكيف يؤقل حمايته من خلال المصنوع وبعض المقاطع الفيديو قمنا بنشرها في قناتنا اليوتيوب من بينها بعنوان لماذا اعترض أنا شخصيا إجبارية لبس الكبامة والتطعيم ضد اللقاح وأيضا مقطع آخر ذكرنا فيه مناختك الطبيعية والحاكوباثي ومقطع آخر ذكرنا فيه عن متحور نيوكوف ضمن سلسلة متحورات لكوفيد 19 وأثار اللقاحات والكمامات وتباعد الاجتماعية والحاكوباثي ومقطع آخر طبعا كل مقطع ذكرنا فيه تاريخ النشر لماذا اعترض إجبارية لبس الكمامة والتطعيم ضد اللقاح ومقطع آخر فيروس كورونا والحياة الاجتماعية العالمية الجديدة طبعا كل مقطع ذكرنا فيه الرابط رابط من الخناء أو بإمكانك تدخل قناتنا اليوتيوب وستجد هذه المقاطع هذا التمنى الشراء فيه عام 2020 يعني قبل يعني في بداية كوفيد ومقطع آخر في عام 2020 فيروس كورونا 19 والنظام الصحي في القرن الحدي والعشرين أربع مقاطع عن هذا الشأن وفي عام 2020 أيضا فيروس كورونا عنوان موقع آخر ويعني فيديو آخر تم نشره في قناتنا فيروس كورونا وحرب البشرية ضد الأمر وذلك مقتطفات سريعة وأن هذا الجانب ليس تداقل في شؤون العامة سياسة للحكومات وما شبه ذلك بل أيضا الإسحام بأن الإنسان مخلوق وليس مصنوع فمعاملة الإنسان المخلوق هون مخلوقة بمصنوعات البشرية هذا يمثل خطر على صاحة البشر أكثر ما ممكن ينقذه من أي من الأوبئات والأمراض المستعصية وما شبه ذلك والحالات الصحية متقالبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أشكركم جميعا على حصن المتابعة فنرجو الاشتراك نرجو الإعجاب ونرجو نشر القناة نشر المقطع حتى يستفيد الأخيرين وكيف ممكن أيضا الإسحام الإسحام في جعل العالم ينعج بحياة صحية كريمة من خلال وقود طبيعية التي أنعمنا بها الله سبحانه وتعالى لكل مخلوق بشري فكل إنسان مخلوق ويمثل الجسم النظام لكن كل مخلوق بشري كل كائن حي يعتمد على مجموعة محددة من الأشياء غير الحية وهي تحديدا مع طاقة الأكسجين والهيدروجين وجميعها من مصدر وحيد الماء عندما يكون ساخنا وباستخدامات وفق الأسليب الصحية والعالجة المختلفة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والسلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر